لو انت دخل اللعبة دي لهدف مؤقت زي انك تزبطي جسمك لمناسبة او انك تخصي كام كيلو او تزيدي كام كيلو فبلاش من البداية الضياعي وقتك في اللعبة دي الرياضة عمتن بتديها هتديكي بتبعدي عنها هتبعد عنك المنطقة دي في جسمك بداية ونهاية لمجموعة من العضلات زي عضلات المؤخرة وعضلات الافخاد ومش معنى كده اننا ما نقدرش نعمل لها امتلق الفكرة في حجم العضلات دي عندك لو جسمك بيبني عضلات او بيبالك كويس هتشوفي المكان ده بيستدير وبياخد شيب كويس جدا ولو جسمك بطيء في البناء فعادي استمري في التمرين ومسيرك هتعملي الشكل الكيرفي ده بس لازم نبني ونكبر عضلاتنا في النصف الاسفل من جسمنا عمتن اهم عضلة في الموضوع ده هي عضلة الجلوتس ميديس فاحنا عايزين نحقق الهايبر تروفي على العضلة دي تحديدا العضلة دي لو حجمها زادت هتزبط الكيرفات معانا جدا لانها لو زادت هيبقى في بعض الدهون حواليها لان زي ما انتو عارفين مفيش حاجة اسمها عضل صافي ودايما اي عضلة بيبقى حواليها دهون فلو قدرنا نكبر عضلة الميديس دي شويتين هتاخد معها نسبة دهون وتدينا الكيرف المطلوب التمرين الاقوى تأثير عليها هو اسمه فنركز عليه في التمرين ونلعبه بشكل مستمر حتى لو هنقصر في بعض التمرين ما نهملش التمرين ده ابدا عمتا هحطهولك ضمن تمارين الخفزة وهفهمك ازاي تحققي به الهايبر تروفي عشان البنات اللي بتتمرن في البيوت يطبقوا معانا الخطة دي مفيش تمارين عضلة نائمة فقط فيه تمارين لوار بادي اي نعم فيه تمارين تركزها اعلى على الافخات زي السكوات مثلا وفيه تمارين تركزها اعلى على المؤخرة زي البرج او الكيكباك ولكن لازم تتعاملي مع اللوار بادي ككتلة واحد بمعنى انك محتاجة تعملي شيب لللوار بادي كله اتمرني تمارين النصف الاسفل بالكامل مفيش حد بيتمرن على العضلة واحدة وبينجح الموضوع تغيير شامل في اسلوب حياتك كلها من اول النوم لحد حالتك النفسية لو اتمرنتي قبل كده وطبقتي التمارين بانتظام على الاقل شهر ومفيش برضو نتيجة يبقى لازم ترجعي لنظام تمارينك وتشوفي هل فيه توازن ما بين تمارين الافخاد وتمارين المؤخرة ولا لا لان ده خطأ معظم البنات بيعملوه او يمكن كلهم وهو تمارين النصف الاسفل من الجسد بتمارين بتركز على الافخاد اكتر من المؤخرة زي تمارين للاسكوات والديدلفت ومعظمهم تمارين بتركز على الافخاد فبالتالي الافخاد بتكبر من وراء ومن قدام بشكل اكبر من المستوى اللي بتكبر بيه المؤخرة فالحل ببساطة وباختصار لو بتلعبي تمارين للافخاد يبقى لازم تلعبي قصاد وتمرين مؤخرة تمرينك لنفس العضلة يوميا بيشكل ارهاق للعضلة وكل ما زاد إرهاكك العضلة بتزيد مدة استشفاء العضلة دي فلو بتتمرني عضلة معينة تمرينة وخفيفة مدة الاستشفاء هتكون قصيرة فممكن تتمرنيها تاني يوم ولو بتتمرني عضلة بشكل قوي جدا فمدة الاستشفاء هتزيد وممكن توصل ل3 أو 4 تيام الحالة الأولى لو جسمك في دهون والأفخاد عليها دهون متوزعة بشكل مش مصبوط فلازم تعملي نظام أكلك سعراته أقل من احتياجك اليومي لأن الدهون بتبقى فوق العضلة فبتشوه شكلها طب بالنسبة للحالة التانية الحالة التانية إن جسمك ما فيهوش دهون عالية أو إنك نحيفة من الجزء السفلي يعني من الآخر جسمك كل مشكلته إن المكان ده يزيد في الحاجة وهنا هيبقى فيه اختلاف في طريقة التغذية وهي إنك هتحتاج تزويدي سعرات أكلك بس برضو تكون من مصادر أكل صحية مفيش نتائج مبهرة من غير ما تزبطي أكلها أول حاجة أنت محتاجة كام جرام بروتين مفيش رقم دقيق 100% والدراسات اللي اتكلمت برضو حطت أرقام متفوتة من جسم للتاني بس أنا هتديك رنج كده كمتوسط ما تبعديش عنه الدراسات قالت إن كل كيلو من وزنك متوسط 1 و 2 من 10 جرام وزاد الرقم وقل مع اختلاف الرياضات وده معناه إنك كواحدة عايزة تبني عضلات لازم تغذي قدر كافي من البروتين يوميا فخلينا في رنج الأمان والمتعارف عليه في الوسط الرياضي وهو 2 جرام بروتين لكل كيلو من وزنك يعني لو وزنك مثلا 75 كيلو يبقى هتكلي يوميا 150 جرام بروتين خلي بالك ده على أقصى تقدير الأفضل إنك ما تتمرنيش أي عضلة يومين وراء بعض وطبق إنزام تدريبي معروف لأن كل الإنظمة دايما بتراعي جدا موضوع الاستشفاء والأفضل النتائج اتمرني بمنطقة القوة وبأقصى قوة ممكنة وارتاحي ونامي بأفضل جودة ممكنة ودي العضل على الأقل 48 ساعة لضمان استشفاءها لو أنت نحيفة قوي فطبيعي إن التجويف في المكان ده يظهر لأن مكان الخفصة الأرداف ده بيكون بداية ونهاية العضلات معينة يعني لو بيحصل ليه امتلاء فبيكون عن طريق زيادة العضلات في المكان ده مع نسبة دهون مناسبة متوزعة مظبوط حوالين العضلات في المكان ده فأنت لو نحيفة هتعملي تطخيم وبس وهتشوفي نتائج كويسة في وقت قصية الجسم لو نحيف وبيزيد بالتمرين والأكل الصحي بيبقى مجدود وجذاب جدا ولو مش عارفة يعني إيه تطخيم وإزاي تتمرنيه في البيت فأنا سيبالك فيديو في أول تعليق في كل شيء عن التطخيم وتطبيق عملي كمان يعني هتشغالي الفيديو وتعملي زيه في البيت في أول تعليق تحت الفيديو الفكرة بس إنك تزبطي نسبة الدهون في جسمك بشكل مقبول وليكن من 18% ل20% النسبة دي رغم إنها مش نسبة الفيت جيرل أو الموديلز المشهورين بس هتديك الشكل الممطلق اللي هيعجبك كابنت عادية عايزة جسم مش ناشف وفي نفس الوقت المزبوط ومشدود لو جسمك دهونه كتير وفيه بطن وجناب ودهون واضحة فلازم تقليلي كميات الأكل حتى لو كان أكلك كله صحي لإن ببساطة المكان بتاع الخفصة ده بيتميلي دهون وهو أصلاً ما فيهوش عضلة هو عبارة زي ما أنا قلتلك عن نهاية عضلة فلما بتبقى نسبة الدهون مقبولة كابنت وبتتمرني ده بيخلي الدهون تتوزع بشكل مزبوط على جسمك زي أي عضلة بيبقى عليها نسبة من الدهون فلما تبقى الدهون دي متوسطة ومتوزعة كويس هتديك الشكل الكيرفي الجميل اللي بتحلمي بيه وده بيحصل بالرياضة عمتاً وتمرين المقاومة خاصة مرحلة البناء الأهم هي الفترة اللي بتبدأ بعد ما بترتاح من التمرين لحد ما ييجي يوم تمرين نفس العضلة دي تاني وعلشان ندي الجسمنا المناخ الجيد اللي مناسب لبناء خلايا عضلية لازم نريح العضلة اللي اتمرناها ودايماً زي ما بنختصر الراحة ونقولكم الراحة يعني نوم جيد فقدر أقولك لو ارتحتي كويس ونمتي نوم عمير جسمك هيستفاد من الأكل الصحي اللي أكلتيه ومن التمرين اللي تعبتي فيه وتعبك هتشوفيه بيظهر على شكل جسمك أسبوع بعد أسبوع وشهر بعد شهر لو نظامك نقص بروتين وانتي مش قادرة تجمعي جرامات البروتين اللي جسمك محتاجها خلال اليوم ممكن تشتري بروتين يساعدك في ده لكنه مش المشروب السحري اللي لما هتغضيه هيعملك الفورمة ولو ما بتقدريش تكلي خضروات ورقية بشكل كافي يجمعلك الفيتامينات اللي جسمك محتاجها اشتري مالتي فيتامين ودول أهم 3 مكملات ممكن تحتاجيهم الكرياتين والوي بروتين والمالتي فيتامين أول حاجة هتبصي عليها في الوجبة هي كمية البروتينات زي اللحمة والفراخ والبيض والحاجات اللي فيها بروتينات كتير كمية بروتين كبيرة في الوجبة تاني عنصر هتحطيه في وجبتك هو الخضروات الورقية وقتري منها ما تقلقيش لأن سعاراتها قليلة جدا وفيها معادن وفيتامينات كتير وكمان بتدي إحساس بالشبع وامتلاء للمعدة فبلاش تكلي الوجبة إلا لو فيها الخصة أو البقدونس أو الكابوتشا أو الخضار الورقي عامة خلي دايما اختيار النشويات من مصدر صحي زي الشوفان أو البطاطا أو الرز أو الأمح أو البطاطس الطريقة دي برغم إنها مش بروفيشنال بس بتنفع جدا خاصة مع الناس اللي واخدى الموضوع لايف ستايل والناس اللي ما بتقدرش تمشي على ضايت وبتتلغبط منه بسهولة ده مكمل غذائي بسيط وسعره قليل جدا لكن فوائده عظيمة جدا جدا بيديك باور بيفرق جدا في بناء العضلات لإنه عبارة عن حمد أميني وأحلم فيه إنه هو آمن تماما للبنات والشباب جرعته اليومية من 5 إلى 10 جرام وهو بيبقى معاه معلقة كمعيار خضي منه كل يوم معلقة مع كوباية مية قبل ما ادخل في التمارين ياريت ما تنسوش القاعدة الأساسية بتاعت التغذية وهي إن لو عندك دهون كتير يبقى لازم تقليلي سعراتك ولو جسمك محتاج تضخيم بس يبقى لازم تزودي سعراتك وده موضحا بالتفصيل في أول تعليق تحت الفيديو ده هتدخلي تكتبي بيناتك عن جسمك زي الوزن والطول والسن وهتضغطي إحسب هتطلع لك السعرات اللي جسمك محتاجها يوميا قليلي منها 500 لو هتخسي وزودي 500 لو هتضخمي بعرفنا إن الفرق ما بين الحالة اللي عندها دهون والحالة اللي ما عندهاش دهون إن اللي عندها دهون هتاكل أقل من احتياجها واللي ما عندهاش دهون هتاكل أكتر من احتياجها طب هل هيبقى فيه فرق في التمارين الإجابة لا كتمارين مقاومة مش هتفرق أبدا في الحالتين اللي اتكلمت عنهم ولكن الفرق في إن اللي عندها دهون يفضل إنها تزود في الكارديو بعد التمرين وتلعب كارديو في أيام الراحة بقدر الإمكان إنما لو عندهاش دهون ما تركزش مع الكارديو بشكل أساسي وتلعب خفيف خفيف قبل التمرين كده خمس دقايق كتسخين في الدقايق اللي جاية هتشوفي التمرين بالعداد بالمجموعات بطريقة التطبيق يعني تشغلي الفيديو وتطبقي وراه مش المشاهدة بس يلا شوفي التمرين وتطبقيها في البيت واللي عندها دهون تزود بعد التمرين بس بشوية كارديو زيادة هو يتنسي قبل ما تتمرني تعملي لايك على الفيديو ده علشان ينتشر أكتر ولو أول مرة تشوفي قناة فتنس إيجيبت اشتركي في القناة وفعالي زر الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة التمرين دي هتعمليها 3 مرات في الإسبوع وكل تمرينة منهم هتعمليها من 12 ل 15 تكرار وهتعديهم 3 أو 4 مجموعات حسب مستوكي وطبعا هتريحي ما بين كل مجموعة والتانية من 20 ل 30 ثانية هبدأ بالتمرين اللي بتشتغل على بناء وتنشيط الخلايا في منطقة الخفصة التمرين الأول تمرين الـ Side Clump Shell أو وضعية الصدفة نامي على جنبك واتني رجبتك شوية ابدأي برفع رجبتك لفوق واضغطي على العضلات المؤخرة الجانبية وسبتي رجلك لفوق في الوضع ده لمدة 3 ثواني وبعدين نزليها ببطء قراري نفس العدات على كل جنب التمرين ده غير إنه هو حلو جداً لامتلاء تجويف الخفصة هو كمان مفيد في تسخين مفصل الحوض من الجنب التمرين الثاني Fire Hydrant Exercise خلي إيدك تحت كتفك بالزبط ورجبتك تحت منطقة الحوض ارفع رجلك للجنب واضغطي على العضلات المؤخرة وبعدين نزليها ببطء حملي بوزن جسمك دايماً على رجلك السبتة مش على إيدك عشان ما توجعكيش وكمان ده هيخليك تعرفي تركزي أكتر في التمرين قراري نفس العدات على كل رجل التمرين الثالث Glutes Medias Abduction تمرين سهل وبيستهدف الخلايا اللي بتملى تجويف الخفصة خلي مشت رجلك للأمام وانتي بتعمليه وارفعي رجلك وسبتيها لفوق لثواني وبعدين نزليها ببطء التمرين ده ممكن تزودي شدته باستخدام أستك المقاومة قراري على كل جنب نفس العدات التمرين الرابع Walking Side Squat هتنزلي نص سكوات وتمشي برجل ورا رجلي للجنب التمرين ده ممكن يبقى صعب شوية في الأول بس هو ممتاز في استهداف الجزء الصفلي كله وطبعا تجويف الخفصة امشي في اتجاه جانبي من 6 إلى 8 خطوات وبعدين امشي في الاتجاه العكسي نفس الخطوات ارتاحي وقراري 3 مجموعات تانية ممكن بعد كده تستخدمي أستك مقاومة عشان تزودي به شدة التمرين المجموعة التانية من التمرين هتستهدف دهون الأفخاد والأرداف التمرين الأول Alternate Side Lunge بتاخدي خطوة برجل واحدة في الاتجاه الجانبي وبتتني رجبتك من غير ما تطلعيها الأدام وكمان من غير ما تلف في ظهرك أو تميليه قوي الأدام يعني الجزء العلوي من الجسم بيكون مفروض واتجاهه للأمام مش للجنب هتقراري نفس العدات على كل رجل التمرين التاني Mountain Climbers التمرين بيساعد على حركة الجسم كله وبيستهدف أكتر منطقة الأفخاد اعمليه بالراحة خطوة ورا خطوة لحد ما تتمكني ان انت تعمليه بسرعة بهدف ان انت تعلي مستوى الحرق اعملي التمرين ده من 20 ل 30 سنية وقراريه أربع مجموعة التمرين الثالث Lunge Kicks هترجعي رجلي الورى وتعملي طعن عكسي بحيث يكون فيه زاوية 90 درجة بين الصاق والأفخاد في كل رجل بعدها تعملي راكلة برجلك للأمام وانتي بترجعي الوضع البداية قراري نفس عدات التمرين على كل رجل التمرين الرابع In and Out Jump Squat ده أقوى تمرين فيهم وهيساعد جدا في رفع معدل الحرق في جسمك وخصوصا في منطقة الأرداف والأفخاد اعمليه بالراحة لحد ما تستوعبه وبعد كده هيبقى سهل عليكي بالتدريج نيجي بقى لتالت مجموعة من التمرين ودي بتستهدف دهون الجناب والخصر وهتكون مجموعة من التمرين السهلة جدا في أدقها التمرين الأول Side Bends تمرين سهل جدا بتعمليه وانتي وقفه بتميلي للجنب زي ما هو في الفيديو بس اتأكدي انك مش بتتحرك لقدام أو لورا وكمان اتأكدي انك بتعملي ستريتشات لجناب الخصر ممكن وانتي بتعملي التمرين ده تمسكي دمبل او اي وزن في ايدك عشان تزاودي من شدة التمرين التمرين التاني Standing Cross Over Two Touches برضو من التمرين السهلة اللي بتعمليها وانتي وقفه هتفتحي رجلك بشكل اوسع شوية وبتلمسي ايدك برجلك زي ما واضح في الفيديو خدي بالك جدا ان حركة التوست او الدوران بتكون جاية من عند منطقة الخصر مش من عند كتفك ولا من الجزء العلوي من ظهرك التمرين التالت Standing Opposite Elbow To Knee Crunch في التمرين ده بترفع رجبتك عشان تلمس كوعك اللي في الاتجاه العكسي الجزء العلوي من جسمك بيكون مفروض وبتشفطي بطنك للداخل عشان رجبتك وكوعك يلمسه بعض هتقرري نفس العدات على كل جنب التمرين الرابع Side Blank Dips ده شكل من أشكال تمرين البلانك وبيستهدف جناب البطن ممكن تعمليه وانت سند على كوعك ورقبتك والشكل ده هيناسب جدا المبتدئين لو مستواك متقدم اعمليه وانت دراعك ورجلك مفرودي قرري نفس العدات على كل جنب كده جزء التمرين خلص استمري عليه 3 مرات في الأسبوع لمدة 6 أسابيع وانت هتلاقي نتيجة ملحوظة لو عايزة تحقق لي نتيجة قوية وجسمك يكون شكله حل ايا كان عمرك ايا كان حالتك مفيش غير طريق واحد وهو انك تخذي الموضوع Life Style يعني يبقى جزء من روتينك اليوم العادي أكلك يكون من مصادر صحية تشربي عصير ما تشربيش بيبسي تكلي فواكه ما تكليش كنافة وبسبوسة تتمرني علشان دي حاجة بتحبيها وبتطلعي فيها طقتك مش علشان دي حاجة هتخلي شكلك حلو من الآخر خذي اللعبة Life Style هتحلي كل مشاكلك وهتخذي صحة جيدة وهتخذي حصانة من أي أمراض ممكن تسيبك وكمان شكلك هيكون أفضل وجسمك هيكون حلو هيفضل مجدود طول عمرك انت عمرك ما تنتزمي 100% وكلنا كده من أول المحترفين للهواة احنا كلنا بشر مش آلات متحركة فبالتأكيد هتكسلي يوم عن التمرين أو هتلغبطي في أكلك مرة وهيحصلك زر يخليك ما تتمرنيش لمدة 3-4 تيام وده طبيعي أنا بقى عايزاكي تقتنع وتفهمي حاجة إن ده طبيعي جدا فما تجيش بعد قطع يومين أو لغبطي تيوم في الأكل تقولي أنا خلاص لغبطت وتضايت باز وتكسلي نفسك لأ كلنا كده وشطرة مننا اللي لما تلغبط تكمل وتتمرن تاني مش تقف مكانها وترجع لنقطة السفر لو استفدت يا ريت تدعمينا بلايك للفيديو واكتب استفسارك في تعليق لأن أنا مناخد أفكار الفيديوهات من تعليقاتكم وما تنسيش تعملي شير للفيديو على صفحتك في الفيسبوك ممكن يفيد صحابك واستنونا في الفيديو القادر اشتركوا في القناة